زي ما انتو شفت دلوقتي يمكن بالامس رئيس الوزراء أدل بعدد من التصريحات المهمة هذه قضية مصار جدل كبير جدا في المجتمع المصري والبعض بيحاول يستغلها استغلال سيء لأسباب سياسية والبعض بيحاول من خلال الدعوة إلى تجمع في يوم من الأيام القادمة الهدف منه مش تغيير الوضع ولا وقف عمليات هدم البناء المخالف وإنما محاولة توظيف ده لمصلحة هدم الوطن بأسره وده الحقيقة احنا تعودنا عليها مش النهار ده ولا مبارح احنا تعودنا عليها منذ فترة طويلة من الوقت من بعد أحداث 25 يناير هناك قوة متآمرة لا تريد لهذا الوطن الاستقرار فمرة يطلع واحد معزرة حتى في وصفه ويخرج ويقول الجماع ويوم كذا ثم يختفي عن الأنظار ويطلع لي نفس المجموعة الإخوانية وتعمل جروبات وتقول تعالوا نتجمع في اليوم الفلان